هذا وفي سياق ضيسلة وفي آخر ما حملته التصريحات الخاصة بالوزير الأول عبد الماكسلال بأن الجزائر لن تلجأ إلى الاستدانة الخارجية في حين طرح ورقة طريق جديدة تتمثل في الاستدانة الداخلية تصريحات رافقتها موجة من ردود فعل للطبقة السياسية أحمد قارة والتفاصيل في آخر خرجة إعلامية له غير الوزير الأول عبد المالك سلال من لهجته في وصف الوضع الاقتصادي سلال وفيما يشبه إعادة لخطاب الرئيس بوتفليقة حول عدم اللجوء للاستدانة الخارجية تحدث عن ورقة طريق جديدة عنوانها الاستدانة الداخلية توجه لقيا معارضة من قبل عدد من التشكيلات السياسية يابد في بداية هو أننا نحتاج إلى الوضع في التشكيل ثم بعد ذلك نفكر في الاستدانة أما الآن بالوضع الذي نعيش فيه فإن الاستدانة في نهاية الأمر أنا لا أتصور بأنها ستصب في مكانها وفي الاتجاه الصحيح الاستدانة الداخلية على المدى القصير توجه من المنتظر أن يعطي جرعة أكسجين لحكومة سلال أربعة في انتظار ما ستحمله قادم الأيام هذا الإجراء هو إجراء يعني عين العقل عوض أن الحكومة الجزائرية تتجه يعني إلى الاستدانة الخارجية وربما يعني هذا الموضوع يخلينا ربما حتى موقفنا السياسي يعني في الخارج يكون مرهون وبالتالي فهذا الإجراء أن الاستدانة الداخلية من البنوك نحب ذهو هي رؤية جديدة ترى فيها حكومة سلال حلا يبعد الجزائر من شبح الاستدانة الخارجية في ظل الوضع الاقتصادي الحرج الذي تمر به البلاد